حدثنا وكيع عن عمر بن حسان يعني المسلية قال حدثنا المغيرة بن عبد الله اليشكري عن أبيه قال دخلت مسجد الكوفة أول ما بني مسجدها وهو في أصحاب التمر يومئذ وجدره من سهلة فإذا رجل يحدث الناس قال بلغني حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فاستتبعت راحلة من إبلي ثم خرجت حتى جلست له في طريق عرفة أو وقضت له في طريق عرفة قال فإذا ركب عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم بصفتي فقال رجل أمامه خللي عن طريق الركب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحه فأرب ما له فادنوت منه حتى أخطأ صلفت رأس الناقتين قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة وينجيني وينجيني من النار قال بخ بخ لأن كنت قصرت في الخطبة لقد أبلغت في المسألة أفقه إذن تعبد لها عز وجل لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان خل طريق الركب حدثنا وكيا عن يونس قال سمعت هذا الحديث من المغيرة بن عبد الله عن أبيه نحوه حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن المغيرة عن أبيه قال أنتهيت إلى رجل يحدث قوما فجلست فقال وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بمنا غاديا إلى عرفات فذكر الحديث فقلت يا رسول الله خبرني بعمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار قال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وتحب للناس ما تحب تحب أن يؤتى إليك وتكره لهم ما تكره أن يؤتى إليك خلي عن وجوه الركب